زوجج متهم بقضية اختلاص أموال الدولة بمبلغ مايكل عن 80 مليون دينار قانوناً لازم الدولة تحجز على كل أملاك المتهم حساباتها في الوينج، أي إعقارة أو أملاك باسمها أو باسم أحد منها الغربة خصوصنا ذكا من الدرجة الأولى وإذا ثبت أنه بتحويل منها أنا أتمنى أخت أميرة ما تتصرفين بأي شيء من الأملاك المتهم زوجج الحين كل ما يملكه يعتبر ملك الدولة عندش مهلة شهر لإخلاء فيلا السكن الخاص وتسليم مفاتيح السيارات وكل ما يخص بيوسف طبعاً هالشيء موقعت إلا أن يرجع ويتحاك أو أن يرجع المبالغ الإختلاصة ترجمة نانسي قنقر بحال حكمة المحكمة ثبات التهمة على زوجج وما ظهر ولا رجع المبالغ اللي عليه كل أملاكة تصادرها الدولة وتبيعها في المزال علشان تغطي المبالغ المختلصة الأملاكي لإرادة تحتفظين بكل شيء بسمج سيارات ومجوهارات إذا كان بسمك فهولك خاصة إذا ما ثبت أن أبو يوسف محاولك في الفترة الأخيرة قبل لا ينهاش إن شاء الله أزمه وتعدي الله يعينكم صج وضع ما تنحسدون عليه تبين الصج من يوسف أنا مستغرب إنه ما أخضاكم معه أو حتى ما قالتش أي شيء غريبا